اشتركوا في القناة في فصله التشريعي السادس لنمضي قدما بعزيمة وطنية صادقة للمزيد من الانجاز والعطاء بها استهل جلالته لتحظى مضامين الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه التي جاءت بمناسبة افتتاح دور العقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس لمجسي الشورى والنواب باعتزاز كبير من قبل من تذوق عظم الإشارات الوطنية التي حملها الخطاب السامي الذي أبدع في رسم ملامح العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة ووضع الأسس الكفيلة بتطوير مختلف منظومة العمل في مملكة البحرين عبر أدوات دستورية منتظمة تستمد قوتها من التجارب الديمقراطية المشرقة التي خاضتها البحرين العامرة بالخير والنماء والتي سجلت نجاحا باهرا عبر مشاركة المواطنين والمواطنات في صنع القرار الكلمة السامية أيضا رفضت جميع المحاولات التي تستهدف المساسة بمنظومة المبادئ والتقاليد البحرينية الأصيلة مشيرة إلى ضرورة تسلح الجميع بالعزيمة على أن يكون كالبنيان المرصوص في وجه أي غزو فكري يتعارض مع قيم الشريعة الإسلامية السمحاء الخطاب السامي جاء ضاما لمديح وضع في مقام الحكومة الموقرة برئاسة سمو غلي العهد رئيس مجلس الوزراء التي نجحت في إدارة العمل الحكومي وتبني أنجع المبادرات المتعلقة بتنفيذ خطط التعافي الاقتصادي وبرامج التوازن المالي بالشراكة مع القطاع الخاص المؤدية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وزيادة حجم الاستثمارات وفي ذات السياق أشارت الكلمة السامية إلى النجاحات الأخيرة لقطاع النفط والغاز والمتمثلة في الاكتشافات الجديدة للغاز الطبيعي بما يتصق مع دور القطاع في إدارة واستثمار الموارد الطبيعية ورفع مستويات الرخاء الوطني العام تثمين الدور الذي تقوم به المرأة البحرينية وإسهاماتها الجلية في النهضة الوطنية والوقوف على حجم الإنجازات المشرفة للقطاع الشبابي ومستويات تقدمهم في الحياة العامة إلى جانب الإشادة بكل العاملين في ميادين الإنتاج والبناء وعلى رأسهم حماة الوطن المخلصين بوقوفهم سدا منيعا لحماية النسيج الوطني وتلاحم الأسرة البحرينية الواحدة نقاط جاء على ذكرها الخطاب السامي لينتقل جلالة عاهل البلاد المعظم بكلمته نحو التأكيد على تفعيل دور البحرين المساند لمحيطها الإقليمي من خلال مبادراتها ومساعيها الدبلوماسية والودية لحل القضايا الإقليمية والدولية العالقة والتي من أبرزها القضية الفلسطينية بالإضافة إلى مساعي المملكة الحثيثة لوقف الحرب الروسية الأوكرانية وبدء المفاوضات الجادة لعودة التوافق بين الطرفين ترجمة نانسي قنقر